هذا وقد أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالدور الذي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة في دعب مسيرة المرأة البحرينية منذ تأسيسه بمبادرة ملكية سامية كأحد مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حيث تقدم معاليه بأخلص التهاني والتبركات لقرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ومثمنان الاهتمام الذي تليه سموها للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية في مختلف المجالات والذي ينم عن الرؤية المستقبلية لسموها للمضي بالمرأة من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم حتى أصبحت المرأة اليوم شريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية الشاملة في المملكة وأثنى معاليه على التعاون المستمر بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لسن التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة والأسرة البحرينية بما يسهم في إثراء المنظومة التشريعية التي تعنى بتنمية وتطوير شؤون المرأة